هذا التعليم للأبناء الغير ورغم هذه الإقرارات، فالخلاصة هو أن المغرب كان حضور في تجربة كورونا لأن نهيب في نهاية التعليم المستخدر ونغرب كان مشاكل على التعليم جميع الإقرارات كانت محتوظة في مغرب كورونا شكراً رعزينا لكم، نتيباً لكم، شكراً شكراً لأسر القرارية عن مكانين تنتقب فيه من شرص الصغير أو من الدني شكراً جزيلاً، نعرف إلى المتدخل الثاني وهو الأستاذ باهيت سيونس خرديوي فلا تنظر له منا نذيب شوك رفضنا هذا الرقاعة خرديوي 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 أعتده منك مدفعات أستاذ باهيت سيونس خرديوي هي بعنوان لمناج تعليمية وطرق وأسالي بتدريس حديثنا لأتدار شكراً أستاذ باهيت سيونس خرديوي أخبروا شكراً 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سادة الحاضرون بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم شكراً أما بعد أشكر أكاديمية اللوسي الدولية على الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث والمناهج التعليمية وطرق وأساليب التدريس الحديثة في البداية كان ولودة للوقوف عند بعض المفاهيم أولاً ما المقصود بالمنهج المنهج مصطلح شائع في مجال التعليم حيث يشير إلى وطائق الرسالة التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم لطلابها كي تحقق من خلالهم أهداف محددة وتتكون منظومة المنهج من ستة عناصر هي الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة المصاحبة والتقويم حيث يؤثر كل عنصر منها ويتأثر بالعناصر الأخرى ثالياً سنتحدث عن مفهوم طرق التدريس الحديثة هي كل ما يتبع المعلم من خطوات وإجراءات متسلسلة متتالية ومترابطة لتحقيق مجموعة من الأهداف ومساة الحديثة ثالثاً ما هي أساليب التدريس أساليب التدريس هي أماط وفنيات خاصة يفضل المعلم اتباعها لنقل خبراته إلى المتعلم خلال عملية التدريس وتميزه عن غيره من المعلمين أمائل التعليمية لإنتاج بيئة تشعب تحتوي على مجموعة الصوت والصورة أو الفيديو تحتوي على مقالات صحفية وبرامج متلفزة مقاطع صوتية وكذلك المعطيات الإحصائية والجغرافية ويجب الاعتباد على التعليم الإلكتروني ويسمى أيضاً التعليم الرقمي وهو التعليم الذي يقدم فيه المحتوى التعليمي بوسائط إلكترونية مثل الإنترنت والأقلال والأشرطة السمعية البصرية كذلك يجب تزويد المتعلم المستخدم لشبكة الإنترنت بما يحتاجه من معارف في مختلف المواد التعليمية وذلك باستخدام الوسائط المتعددة كتب إلكترونية والبريد وكذلك استخدام تقنيات إضافية وبرمجيات خاصة تكون ما يدعى بالقاعة الإفتراضية تساعد تكنولوجيا الإعلام والتواصل على خلق جوه من النشاط والحيوية في الفصل وكسر الرتابة واستدعاء العالم الخارجي إلى الفصل وتنمية روح الملاحظة لدى التنميذ وتحفيز المتعلم على متابعة الدرس والتأثير في عواقفه واتجاهاته ومواقفه وذلك بالخلال مجموعة من الوسائل كالشريط السبعي الذي يهدف إلى تسيير عملية القراءة والفهم والتدريب على الإلقاء إلى جانب الصورة المتحركة التي من خلالها يساهم المتعلم في إطارة الخيال لذى التنميذ إضافة إلى المصلت العاكس والرسوم البيانية ويمكن كذلك استخدام الأقراص المدبجة واستثمار بعض الأفلاف في مناقشة بعض الضواهر الاجتماعية المقررة مع ضرورة معايرة الوسائل التعليمية مسبقاً لتأكد من صلاحيتها وتمكن من طريقة استخدامها وتحديد الأسلوب الأمثل لاستغنالها وتوظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات كالحاسوب يستخدم الجمع المعلومات وتخزينها بطرق وتصاميمها إلى جانب الحاسوب اللوحي واستخدام السبورة الإلكترونية أو التفاعلية واستخدام المكبر ويمكن استعمال أداة تخزين المعطيات والبيانات إنه القرص الفيديو الرقمي وبرنامج تحرير المواقع ينبغي أن يتدرب عليه المتعلم والمعلم معاً وأيضاً برنامج باوركواند خلاصة القول وسائل التعليم الحادثة لها دور كبير في تكوين شخصية متعلم وقد كشفت كورونا عن هذه الأهمية شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم أكاديميات الأوسية الدولية شكراً لكم 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 قبل شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم لسنوات عديدة، إذن تساهم ناته المادة في تنفيذ المتعلم من اكتساب كفايات متعددة عن مستوى المعريفي والمنهجي وكذلك التواصل والمهني والقيمي والمواقفي. وهي تنفيذ باحتضانها لثلاث كونات، إذن تاريخ، مادة التاريخ، ثم مادة التاريخ هو دراسة علم، علم ودراسة الماغي. إذن من تجلي فهم الحاضر لتطلع إلى ناحية، لتطلع إلى المستقبل. كذلك الجمرافية، وهي علمه براسة المجال أو باختصار علم الأماكن. نعم، إذن كذلك التربيع المواطنة، الذي قد درس لنا مجموعة من القيم الأخلاقية، إذن الديمقراطية، المساواة، إلى غير ذلك، ثم قد درس لنا نظام فاصل الصلاة، وهي الديمقراطية، محور الثاني، إذن المسلاد الضوئي، وأهميته في تبصير الدعامات الأساسية، الخرائض، الميديانات، كما قلنا، والأشكال، إذن استعمال جهاز الدطاشو، أو المسلاد الضوئي، إذن لهذه الدعمة، محاسنها، ومساوئة نفس، في نفس الوقت، إذن ضمن محاسنها، إذن هي مهنية ومحترى مسبقا، إذن وسيلة حديثة، ومتطورة، إذن تكشف عن مهنية عالية بالنسبة للمدرس، كذلك، تتوجه مبارشرة إلى الهدف المشهود، إذن طبق حال من بين هذه الوسائل، أو الدعمات الديدكتيكية، التي يمكن أن تشرح لنا هذه الوسيلة هذه، وسيلة المساعدة، مثل الخرائض، إذن الخرائض، وهي يمكن أن المسلاد الضوئي، يكون كشارح إنسان لهذه الدعمة، كذلك، يمكن هذا المسلاد الضوئي، يمكن أن تشرح لنا مثلاً الميديانات، إذن الميديانات على جميع أشكالها، سواءً بالحميدة أو بالدائرة، إذن يلاحتم معياتنا، عدنا شكل المسلاد الضوئي، إذن تلائم هذه اللقاءات، أو المسلاد الضوئي، يلائم اللقاءات الكبرى والصغرى، إذن تشد الإنتباه، وتوتير التشويق بالنسبة للتلانيذ، يعني أنك يكون عدنا صور، وصوت، وكذلك حركة. إذن المحور الثالث هو اقتراحات نحو تجويد العملية التعليمية والرقي بمستوى المتعلم، إذن هذا المحور قسمناه إلى ثلاث مستويات، أو أربع مستويات، إذن المستوى الأول هو تطوير محتوى المناهج التدريسية، إذن حيث تعتبر هذا المناهج، إذن وسيلة تطوير عمليات التعلم على كل المستويات، بدايةً من المرحلة المبكرة، إذن وصولاً إلى المرحلة الثانوية، وذلك من خلال التطوير المعريفي الذي يمر به الطالب، من اقتساب مهارات، حسب المرحلة، ففي المراحل المبكرة مثلاً، يجب التركيز على مهارات القراءة والكتابة، أما في المرحلة الانتدارية، وصولاً إلى المرحلة الثانوية، يتم التركيز على مهارات أخرى، كالريافيات مثلاً، والعلوم، بالإضافة إلى إعداد طرق جديدة للتقييم، نعم، لتقيس مدى المعرفة لدى الطالب، فهذا يعتبر كذلك أمراً مهماً، المستوى التالي، إذن اهتمام بالمدرسة، وتهيئتها للدراسة، إذن يعتبر كثير موقع المدرسة، وتهيئة الجو بالمناسب للدراسة فيها، هما الأساس في تطوير العملية التعليمية، سنختار الموقع، الموقع السراتيجي المؤسسة التعليمية، إذن، وتسهيل سيري هذا الشكل الصحيح، وذلك لأنه ممكن أن يؤثر سلباً أو إجاباً على العملية التعليمية أو العملية التعليمية، إذن يجب توفير الإضاءة المناسبة، المقل ناسي إبراهيم ما زال بعض المؤسسات تعاني، إذن المناسبة والتهوير جيدة، وجميع المرافق اللازمة، كالمكتبات والمراحيد، المؤسسات المغربية، إلا بعض المؤسسات التي هي محدودة والتي توجد مثلاً في المدن، إذن كالمراحيد والملاعب والغرف الصفية الواسعة والمساحات الخاصة بالمعلمين والإداريين، المراحيد أو حمامات خاصة بالأستاذ، ما بالك بالتلميذ، إذن الإختيار جيد للمعلمين كذلك، إذن أن يكون المعلم قادراً على تقديم المعرفة وتطويرها، القادراً على التنظيم، والمساواة في المعاملات مع التلاميذ، ألا يفرق الأستاذ ما بين طالبين وآخر، وهذا كان عرفوه، كان عشوه، إذن، إذن المستوى الأخير والرابع، إذن استخدام تقنيات الحديثة في التدليس، وفرت التكنولوجيا الحديثة فرصة تعليمية واسعة، استفاد منها الطلاب والمعلمون من خلال دمجها في المفقر تعليمي بها، إذن استخدام هذه الأجهزة الإلكترونية، مثل جهاز الكمبيوتر وطابليق، محتل هاتف الدكري، أدى إلى زيادة اهتمام الطلاب بالتعليم وارتفاع مستوى تفاعله، كما ساعدت هذه التقنيات أيضاً في نمو التعليم في البلدان النامية، هو العالم الثالث، وغير القادرين على تكاليف التعليم والانتقال للحصول عليه من خلال التعليم عن بعد، والاشتراك في الضورات التعليمية المتقبمة لأنها تكون موكلفة، شحال من طالبنا، أراد المشاركة مثلاً في مؤتمرات الدولية، لكن تكاليف تكون باهظة جداً، داً، شكراً على حسن التدقر، شكراً على است engine field واطفاراً لك شكراً لك، شكراً على استراد يوسوف، بدي قتل عن مساهمة التقنيات الحديثة لتحسين جميلة التعليم، وقد كانت مداخلة برؤنة الأحوال،